استقبل سمح شكري وزير الخارجية عبدالله باتيلي المبعوث الأممي بشأن ليبيا حيث أحاط وزير الخارجية المبعوث الأممي بمستجدات المسار الدستوري في ظل الاجتماعات المتلاحقة التي استضافتها القاهرة وأكد شكري على ضرورة توقف بعض الأطراف الخارجية عن محاولة تطويع العملية السياسية في ليبيا وفقا لمصالحها كما يجب عدم السماح لأي طرف داخل ليبيا باختطاف العملية السياسية من خلال سياسة فرض الأمر الواقع من جانبه أكد باتيلي أن مفتاح الحل يقع في أيدي ليبيين أنفسهم مشيرا إلى ضرورة إبداء المرونة تجاه القضايا القليلة المتبقية في المسار الدستوري هذا ووجه باتيلي الشكر لمصر لما تبذله من جهود على صعيد مسارات حل الأزمة السياسية خاصة المسار الدستوري ومجموعة العمل الاقتصادية واللجنة العسكرية المشتركة 5 زائد 5